ارتباط وثيق بين فقدان الثقة بجدية الحكومات في علاج أزمة الاقتصاد التي تسم فيها معدلة الفقر والبطالة والترهل الإداري سيما مع الأرقام الضخمة التي يحققها البلد في خزينته من عائدات موارده النفطية نقطة وصل وثيقة بين عدم الثقة وما تعززه تقارير محلية ودولية عن نفوذ لا دولة والولاءات الخارجية التي تجذر لإهدار أموال العراق تقرير المؤشر العربي فجر مفاجأة من العيار الثقيل نصف العراقيين يعتبرون إيران الخطر الرئيس على أمن بلدهم نتيجة ما سبق من مؤشرات الفقر والبطالة واستنزاف الموارد واستغلال مقدرات العراق التي تذهب إلى جيوب الولاءات لطهران وتفتح باباً واسعاً لضرب الاستقرار الأمني نعم المعاناة في الجانب الاقتصادي موجودة المعاناة لدى المواطن موجودة بسبب عدم توزيع التربة العادلة يعني لدينا موظفين أو كبار مشؤولين في الدولة يتقاضون مبالغ خيالية ولدينا موظفين الآن متضررين أسوأ ما يمكن أن تقوم بي أي حكومة هو الاستخفاف بالأمن الغذائي للمواطن على اعتبار أن الأمن الغذائي هو يعني بوابة لكل أشكال الأمن الأخرى يعني بدءاً من الأمن الاجتماعي والسياسي وفي أضخم استطلاع لأحصاء على المستوى العربي يوثق تقرير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مؤشر الفين واثنين وعشرين أنما نسبته تسعة وتسعين بالمئة من عراقيين استهدفهم الاستطلاع أكدوا أن وضعهم الاقتصادي سيء جداً والمفاجأة الأكبر أن واحداً وثمانين بالمئة من شريحة الاستطلاع لفئات عراقية مختلفة من معظم المناطق مقتنعة أن حكومات البلاد المتعاقبة غير جادة بعلاج الملف الاقتصادي وهي نسبة يدعبها خبراء اقتصاديون ويبررون وجودها بفعل عدم قدرة السلطة على كبح جماح النفوذ والولاءات للخارج محصلة ما نتج من أرقام انفجارية تعكس ثيمة فقدان الأمل وتصدم المتابعة للشأن العراقي بما يعيشه العراقي صاحب أغلى أرض في الكوكب محصلة خطيرة جعلت أكثر من ستة عشر مليون عراقيين يعتزمون الهجرة لفقدان الثقة بالنظام السياسي ووعود حكومات متحاقبة لم يجدوا منها ما يغير واقع البنية التحتية وضربات الاقتصاد المتتالية اشتركوا في القناة